طيب تعالوا كده في الفيديو ده نبتدي نشوف ازاي نقدر نطبق مفهوم السيكرت في الكوبرنيتس بشكل مبسط كده طيب اول حاجة عشان نبتدي نتكريايت سيكرت هنروح نستخدم طبعا الكيوب سيتيال بتاعتنا ونقول له كريايت احنا عايزين ننشئ حاجة جديدة اللي هي ايه الابشكت هيكون سيكرت طيب اول حاجة هندهيله هنا هنقول له النوع ده اسمه جيناريك وهنروح نسميه مثلا تست باش سيكرت ونقدر بقى ناخد الكلام ده بصورة مبسطة بشكل مباشر كده من الليترال اللي هندهوله في نفس السطر من الكيوب سيتيال يعني عدري اقول له كده داش داش فروم داش ليترال وهقول له والله انا عايز اضط يوزر نيم اسمه مثلا ادمان وهنقفل السنجل كود كده وهدي له كمان الليترال تاني وهقول له فروم داش ليترال ايكوال وهقول له الباسورد هتكون مثلا ايه ايه حاجة تروح يدوس انتر مفروض يروح يقول لك اه بالضبط يقول لك ان فيه سيكرت جديد تعمله ايه لو عايز تروح تشوف والله يبدي تكريت فيه هتروح تقول لكيوب سيتيال جد زي ما احنا متحاولين اسم الابجكت اللي احنا عايزينه هيروح يقول لك والله هو التست سيكرت اللي انت مكريته لسه مكريت بقى له كم ثانية وفيه اردي واحد موجود سيكرت موجود اسمه ديفول توكن كذا 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 والتيب بتاعك بقى خلي بالك من النوع المهم ده جدا التيب اللي احنا كريتناه دوت اللي هو الجيناريك هو ده وبيك ده ديفولت لكن اللي موجود حاليا في الكوبرنيتس الديفولت اللي بنزل اسمه ايه service account token ده نازل مع الميني كيوب لما احنا نزلنا الكوبرنيتس من خلال الميني كيوب تعالي نعمل كليير كده لو عايز تبص على الكوماندس اللي احنا نقدر نستخدمها مع السيكرت نقدر نيجي نقول له كده كرييت هيروح يجيب لك كل ايه ازاي تقدر تستخدم ايه السيكرت بيقول لك اهو description ان ده بيكرييت سيكرت based on a file directory or specified literal value يقول لك ان single secret may package one or more key value pairs وبتدي يشرح لك بقى شوية تفاصيلة عن السيكرت ولما تيجي تكريته من file او من directory ويبتدي كمان بقى المهم جدا ان هو يديك examples بيقول لك والله تيجي تكريت new secret named my secret وذا كيز ايه دي الكمان ده بتاعه تبعيز لما تيجي create new secret بssh ايه دي اهو الssh private key اهو ما عايزين rsa وهكذا يعني فابيديك بعض الoptions اعتقد لو ايه قعد تتقلب في الدكومنتيشن ديت بش هتبقى بحتاج تكامل الفيديو هو يقول لك كل حاجة فدي برضو من الحاجات الظريفة جدا كمان سهل جدا اللي هو ايه create secret generic dash edge وبين احنا شفناه قبل كده في ايه objects مختلفة تعالوا بقى ايه نبتدي نستخدم الموضوع ده بشكل ايه اكثر جدية يعني اذا نكاريت مثلا database ويكون بناديها اليوزرنيم والباسورد على شكل ايه secret فعلا زي ما هو مقصود او الهدف منه فاروح بكل بساطة كده اقول له create secret زي ما احنا ايه عارفين والنوع generic عشان يبقى باك اقول له مثلا شميه my secret او اي حاجة انت عايزها يعني وهقول له بقى ايه dash dash from dash literal equal وهروح اقول له بقى ايه maria db underscore root bascode وهنقول له equal bascode مثلا ورح نقولنا برضو كده اوكي هتلاقي مفروض ان هو برضو ايه كاريت لنا secret الجديد دوت ممكن ايه نبص عليه كده هتلاقي عندنا اتنين my secret والtest secret اللي احنا كاريتنا في الاول طبعا ال default اللي هو ايه service account token clear كده برضو اقدر برضو اروح استخدم command describe عشان اشوف تفاصيل secret اللي انا كاريته ده رح اقول له describe secret my dash secret فقال لي والله اسمه my secret موجود في ال name space اللي اسمها default مفيش اي لابلز و annotations و جايب لي ايه هنا المارية دي باسوورد فقالي انا كتبت باسوورد ده هناك اللي اسمها passcode 1 هو جايب لي 9 بايت هون مش جايب هالي اقدر برضو اشوف البيانات دي بطريقة تانية ان انا اقول له get secret my secret my secret بحيث ان هو يروح يقول لك ايه السيكريت ده كان ايه ممكن استخدم ويب سايت مسلا تعالوا كده نجرب اخدها كوبي كده وفتحت ويب سايت ايدي الويب سايت اهو بياخد منك امبو طوال اول ما عملت له باسوورد رح قال لي دي باسوورد تمام اعمل دي كود للباس 64 عندنا هنا وايه ويجاب لنا الكيب بتاعنا تمام ويجيب لك طبعا type وبيك وتكاريت امتا كل ايه التفاصيل اللي انت عارف هاني طيب محتاجين بقى نعمل ايه احنا بقى عندنا secret على جنب كده file موجود فيه في السيستم بتاع الكوبرنيت موجود فيه ايه ال username والباسور او الroot باسور تاعت المريا دي بي محتاجين بقى نقصين الكلام ده مع مريا دي بي داتا باس فعلا في بود مثلا فانيجي نقول له كده cube ctl run مريا دي بي وهقول له مثلا dash test dash bod وهنقول له طبعا الامج بتاعتنا جاية من مريا دي بي فانا هستخدم هنا environment variable يعني مش env environment variable خلي بالنا اي من الحاجات الصغيرة دي مريا دي بي underscore root underscore password ونقول له مثلا هيكون اسمه ايه secret تمام كده كاريت لنا ايه بود جديد مفروض انه هو مريا دي بي لو انه كده جيت بود running هو شغال والدنيا تمام لانه هو خد البرامتر ايه بشكل سليم بشكل مباشر احنا ادنهوله بعيد عن secret بتاعنا وبعيد عن اي حاجة هروح بقى اعمل نفس الcommand دوت بس مش هتديله environment variable يعني انا هاجي كده هنا مش هتديله environment variable وهروح اcreate الامج دي بس طبعا نغير الاسم بتاع البود بس هتشتغل بشكل سليم هفهمكم دلوقتي احنا بدي اعمل ايه بالزبط لو حد لسه مش واضح الرؤي عنه فروح اقول له run مريا دي بي ديف بود والامج طبعا مريا دي بي بس لو اخدين بالنا من غير ال environment variable اللي هو ال root password بتاعته الاولانية اشتغلت runningها عادي ما فيش مشكلة خالص التانية بقى مش هتشتغل لما يجي كريتها كل شوية يحصل error سايفين هو كاريت البود عادي بس لو جبنا البود كل شوية يجب لنا error شايفين كده كل شوية يقول لي error error مش هتشتغل تمام هنعمل clear مش هتشتغل طبعا عشان ايه فيه عنصر مهم هو محتاجه ال environment variable بتاع ال root password انا ما اتهلوش هروح بقى اجيبها منين هجيبها من الفائل او من السكرت اللي احنا كريتناه قبل بس ما نجيبها تعالوا بس نبص على ندسكرايب كده اللي اتنين فهنقول له ال bold اللي اسمه maria db- test-bald عشان هوريكوا الكلام دوت تيب هو ايه حاسينه هنا هو شايفين ال environment section دوت كتب لك maria db وكتب لك ال password فهو كده اخد ايه ال parameter اللي هو محتاجه عشان يشتغل فعشان كده ايه اول واحدة دي شغالة اللي هي test تمام طيب لو عملنا نفس الكلام دوت لي ال div هتلاقي ال div ده بقى مفيش عنده الحتة بتاعة ال key دوت او ال environment variable دوت تمام هو بيحاول حتى يشغالها بس ايه ما بتشتغلش لو طلعنا كده فوق the error عشان ال environment variable ما فرهلوش في الاول فبالتالي ايه مشتغلش تمام تعالوا بقى نعملها نفس اللي حصل دوت بس في ال deployment ونحلها كمان في ال deployment cube ctl create deployment اللي اسمها maria db سميها أنا maria db على طول وهقوله dash dash image equal هنقوله ايه maria db carry لدينا deployment اهيه get deploy بقى لها وكام ثانية ودي ايه برضو لو جبناها هتلاقي ان هي مش شغالة وهتلاقي في بودة carry برضو ايه بناء عليها هنالوجة بود كده هتلاقي في البود ده هتكاريت وبرضو في نفس المشكلة بتاعت البود ال dev لانه هو مالوش ايه مالوش انه هو مالوش environment variable او احنا مالوش فبالتالي هو ايه عنده مشكلة على عكس لو اولا عملت deployment انا معلش انا هكرر لكم تاني برضو لو عملتها كده في deployment هنا والdato key عادي هيشتغل لو dato key بشكل مباشر يعني فنفس المشكلة حصلة برضو ايه في البود اللي 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 كاريته اللي هو واخد maria db واخد generated number تمام طيب نحلها ازاي بقى المشكلة داية نحلها ان احنا بكل بساطة نديله السيكرت السيكرت اللي عندنا اللي احنا مكاريتين اللي هو في maria db او maria root password اللي هو لو فاكرينه كده كان اسمه sa اللي هو اسمه my secret تعالي نعمل كلير كده ونبتدي نأصين السيكرت داية للديبليمنت داية فاروح اقوله كده kubectl set in فتا كماند جديد ان احنا هنست environment variable للديبليمنت اللي اسمها maria db وهروح نجبها من دين بقى from secret slash my secret اقوله اوكي اه هي دايش اعتقد كده تمام قال لك ايه بقى ان deployment اللي اسمها maria db environment updated لو روحنا بقى نقوله kubectl get pod هتلاقي ايه لو هدين بقى ان البود طبعا هو رقم تغير كده كده احنا عارفين البود دي حاجة ايه بتتضمر وتنشئ بشكل سريع يعني لسه متكاريته هو بقى 11 ثانية اول ما عملنا command set environment variable وبقيت running خلاص لانه هو خد environment variable اللي هو ايه محتاجها ولو نبص kubectl describe البود اللي هو ده هتلاقي كده هنا انه هو خد maria root password يقولك بقى set key هو عنده key اسمه maria root password in secret جايبها من secret اللي اسمه my secret اللي احنا عملنا له assign اللي هو في command اللي كان هنا kubectl set environment كذا كذا لي my secret key اللي في الكيك اللي كان اسمه boss code 1 انا عارف موضوع ممكن يبان ايه ملاقبط شوية بس واحدة واحدة ايه مع الممارسة كده هتلاقي ايه الدنيا ابتدت ايه تزبط معك وممكن برضو تكرية deployment وتassign على طول secret منها يعني من غير يعني كل اللفة ديت بس احنا بس عشان ايه نوصل الفكرة يعني تمام وممكن برضو نتشاك عليها منين هقول لك حاجة ممكن نعمل clear كده ونقول cube cdl get البط هناخد بس الرقم ده كده ونقول برضو cube cdl exact البط دوت هنقول dash dash env راح نجاب لي كل environment variables اللي عام دي وهتلاقي المريا root password هو يدي البص بتاعت lbos code 1 ظهر مع باقي الحاجات على البط دوت تمام ممكن نclear كده اخر حاجة هروح نبص عليها كده سريعا ان احنا نبص على deployment ديت نشوف تفاصيلها اقول cube cdl describe deploy اسمها maryadp لو جينا نبص كده على environment هنلاقي احنا عندنا marya root password ونفس الكلام برضو ايه نفس الكلام النفس المسج اللي كانت طلع في البط يعني هينمش على مستوى البط احنا على مستوى ايه يا جماعة deployment احنا بنتكلم على deployment تمام بس هي نفس الكلام برضو هجوها في الاخر replicas واحدة فهو في boot واحد بس اللي موجود وفي برضو نفس الكلام انه هو بيستخدم المريا بيروت password اللي موجودة في secret اللي اسمه my secret تمام انا مش تطول عليكم اكتر من كده ده اول نوع بصينا عليه كده في موضوع secrets اللي هو opaque طيب قبل من افل كده سريعا هنروح نبص على ال dashboard اللي المينيكيوبي يوفرهلنا ونشوف الكلام ده برضو ايه بشكل visually افضل من ال bar shell يعني طبعا احنا عندنا deployment واحدة الفيلد ده اللي احنا مدنا hash environment variable المحتاجة اللي هو pod نفسه في اتنين running maria db hot deployment لو دخلنا عليها كده هتلاقي برضو ايه نفس الكلام هو ده ال pod الشغال او replica set عفوا اللي جواها البود ممكن ندخل عليها برضو جواها البود دوت اللي متassign مع label اللي هو by default maria db دخلنا عليها دي كل التفاصيل بتاعتها ما فيهاش bvc events status ودي في الآخر خالص maria root password ممكن عندك option هنا انت تقدر تشوف ال password بيعمل لها decode زي ما احنا ايه شوفنا ازاي نقدر نعمل لها تمام ولو نزلنا برضو هنا في secrets تلاقي دي secrets اللي موجودة عندك اللي كان يتناه في الاول اللي هو اللي دخلناها كانت حاجة كده ايه يعني بنجرب تقدر تعمل لها update كمان من هنا من خلال ال dashboard والuser name برضو اللي كان اسمه admin ولو رجعنا برضو لي secret اللي احنا عملنا له assign associate مع maria db نفس الكلام هو تكاريت امتا وتفاصيل ولو عايز تشوف ال password او تعمل لها update بصريب رايكو اكتر من كده تمنى يكون الموضوع ايه وصل لكم حاول التبسط على قد مقدر يعني هنشوف برضو فيديوهات قادمة تفاصيل اكتر بخصوص السيكرتز يعني وان شاء الله ايه موضوع يكون بسيط شوفكم فيديو قادم ان شاء الله